علاقة انتقادات كبيرة ولكن لا أحد انتقد قميص تدريبات المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم المستوحى من الزليج الجزائري وفيها ألوان ما فيش في العالم الوطني فيها الأزرق فيها الأصفر فيها أيضا ألوان دينا دي اللي قميص فيه الأخوار إذا حبيت قميص دير فيه شجم على بليش نجم اللي دير واش تحب أروح جيب لي الميضاليات أخلي سير مليح وصرف الأموال بطريقة مدروسة وروح جيب لي ميضاليات وروح ولبس واش تحب أروح بكوستيما سلي ما تلبش قع أروح هاك ذاك روح كيمة تحب أروح قميص وروح جيب لي غير ميضالية بركت وحشنا ندو ميضالية في الألعاب الأولمبية هذا بالنسبة لي هو من حقه لأنه رياضي من حقه يتكلم أنا كواحد من الجمهور كثير من الإعلاميين تحدث هذا ما مشكلة قع المشكل الأكبر خير ما تغطي ليش المشاكل الحقيقية بمشكل تعتريكو خير واح قلت بلي أنا صار في ميتين وثمانين مليار لماذا مش مشكل كي تقول لي من الألعاب الأولمبية خير واح نورنا ورنا كيف أشرفت الميتين وثمانين مليار قال برباري بأنه سيشرح ميتين وثمانين مليار أين ذهبت ويعطينا البرامج أيضا اللي كانت مخصصة على الرياضيين الأولمبيين في ربع سنوات تجيش تقول لي أنا في آخر شهرين دهو التحضيرات لا وتحدث على آخر ثلث سنوات من 2021 ايه 2021 من لعب توكيو واروح أعطينا البرامج المدروسة اللي مديتوها للرياضيين وأعطينا ثانية أسباب علش مديناش الميضاليات علش مديوش الميضاليات على الحد لانتكلم على الحد لان على الجنة الأولمبية الجزائرية علش كانت سويفي في رياضيين هدو مدى ثلث سنوات وقال مبالغ المصروفة من 2022 2023 24 كان بيننا لبورس قولي ايه المنح الأولمبي لبورس ما متسويفيش قال استاربعين رياضي قال استاربعين رياضي قال استاربعين متأهلين من 2022 ما عليش ما عليش كيلي كانوا متأهل وكيلي ما زال بسح وكيلي هدو ما كان يتحسبوا على الصباح لي كان عندهم بورس كانوا عند الربعة ولا خمسة ولا البقية ما عندهم شي يعني كيلي عندهم بورس ما كانش لي عندهم بورس تا خمس رياضيين بورس تاهم هدية وصاديبهم بالك وكانت ندخلوا في العم في العم وقال تاها بالك تكون كان قاد صوليداريتي ملجأ أولمبياد الدولية بالك ومالتانيك يعون يساهموا نعم يساهموا 288 مليار شوفوا مبلغ بخم مبلغ عادي كيف ترى هو شوف كون حسبوك كون حسبوك كون حسبوك لا البربارسون هدو ستا وربعين قولوه زاما قليل بزاف قليل قليل ستا وربعين أطلت بصح بونك أنا وش على بالي وش نعرف أنت كي قلت من 2021 يعني جايك تا كي قلت من 2021 2021 2021 كينا اللي قلت برباري قال هذا المبلغ مصرفناش يعني في شهرين يعني هذا بعد العلعاب الأولمبية 22 23 وهذه عام كوني كان عنده بورس كان عنده بالك عزارة بالك كان عنده بورس إيمان خليفة هذي الله أعلم بالك عندها بورس بس كي قدرت 5 يام هو تاني كان خسر كارديو فينال شكون تانيك كليا نمور كليا نمور بالك يا ركي ما جات مش من 2021 على كاته أنا واحد 2021 لا ما كانش في 2021 لك أنا نحكي لك من 2021 بلك هي عندها آمل زيد كان واحدة ربعة ولا خمسة رياضيين اللي كان عندهم إيمبورس وانتقدر نقولهم من 2021 وارباح أنا معك بسعالي الزلات أخرين كاليفي كاسو انتعهم عنده واحد شهر ولا شهر اللي كونفيرمو باللي كاليفي من هي نجيت هذا أنا الله أعلم أنا صبرعي ننتظر حتى عودة الرياضيين الجزائرين لقومة كان الاختصاص وما لأدرب هذا الأمور ننتظر حتى عودة الرياضيين الجزائرين وننتظرهم محملين بالميداليات إن شاء الله ستكون في جعبة الرياضيين الجزائرين والعالم الجزائري بحول الله وبإذن الله وإن شاء الله سيرفر في سماء باريس وسيعزف النشيد الوطني الجزائري أمين تقريبا تحدثنا على كل شيء جزيلا لك أمار بن يخلف متشرف جدا بوجودك معنا أنا شخصيا أحترمك كثيرا وأعتبرك بطلا فوق العادة لأن الفوز بميدالية أولمبية في منافسة الجيدو أمام عمالقة الإختصاص وقد سرقت في المباراة النهائية كنت قادرا على الفوز بميدالية ذهبية أتذكر جيدا تلك المنازلة كانت في الصبيحة لأنه فرق توقيت بين الجزائر وبكين نعم وش نقول وش نحكي نحكي حكينا كيف حالك قامنا كيف حضر مدى بي أدى بك أدى بك الناس اللي رأي تضحك عن الرياضيين هنا جزائريين يضحكوا عن الرياضيين مساكن كما يخسروا ما يعرف شما عندها رياض أنا مدى بي يحكي لهم شوية عمار بن يخلف دامي ضالية يحكي لهم كيف حش كان يحضر كيف حش كان عايش كان بعض الناس نقول لهم آناش بش نوضح لهم الصورة ما كاش رياضي رايح لتمك وراح يحبي يخسر ما كاش رياضي روح لتمك باش يخسر ولا هدي ما هدي أبوصيبلي خمم رياضي يقول لك أنا روح نحوس ولا رح باشكي علاش كين دي ساكري فيه كين الناس تسوفرين نحكي على روحينا نحكي 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 مدى بي تحكي لها واش حكي كلي أنا خلعت على روحي كما يقول لك أنا ما كونش نسلنا فارق وطاني ولا كنت نسلنا ندخل لي ستاش كنت ندي لي ساكري في سواح تضحيات كنت نوت صباح كنت نوت صباح قبل ما نروح للدراسة كنت نضرين صباح وندوش بالماء بارد والعجوز مسكينة بيحفظها بالباس هنا اه بالباس هنا تسخلي الماء ندوش وطحطلي نقلو الخبز والحليب عادي كما قاعد الجزيريين نسقه ومباشر ونقرام وندي معايا كابة تاعي نحملها معايا فيها حواج ننطرين مون نحتل العشية من العشية ننطرين باش ندخل للدار ويوميا هكذا كنت على العام بي قطيدين على العام حكيلي حكيلي على القتلي عفسق بيلا شدتني أطرت تقدرش بدل حواجك ودام الأسرة التاعك وإن كان الحالة اجتماعية كانت شوية دوك الحمد لله ربي دوك الحمد لله كما يقول لك واحد دقدر باش ربي يفتع لنا الحمد لله واحده استقر مزول بولاده الحمد لله يا ربي كما يقول لك شوف الحالة الاجتماعية شوف واحد لي يخضها كما نقوله كمعيار ولا كحجة ولا يحب يوصل والله والله ما يشدوه والله ما يشدوه والله يتراصي الوبجيكتيف تاعي ولازم للحق له كما يقول لك يديد لازم تضحية لازم يساكر فيه هل تفكر في ترشح لرئاسة حديد جيدو لا ما تفكرش ما تفكرش في ماذا تفكر خلونا الانسحاب في صمت لا لا خلونا ترون كي ما دي نوش لنا بركة ما كحف شكرا جزيلا لك حبيتنا شاهد شاهد أم العربية اسماعين هانية لأعزي نفسي وأعزي الشعب الجزائري حكومة وشعبا ونعزي الشعب الفلسطيني في فقدان الرجل الشام والشاهد اسماعين هانية إنا الله وإنا الله يراجعون ورب يرحمون إن شاء الله يكون مع الشهداء والصديقين والأنبياء إن شاء الله عند الله عز وجل رب يرحمون قبره شيعة جثمانه اليوم في العاصمة القطرية الدوحة رحم الله اسماعيل هانية وإسكنه فسيحة جنانه اللهم ارزقه الفردوس الأعلى أمين واحد من أبطال المقاومة الفلسطينية هذه المقاومة التي تعتبر الخط الأمامي للدفاع عن شرف الأمة العربية الضائعة والخانعة إن لله وإن إليه راجعون مع سنة نقول إلا كما قال السابقون إن لله وإن إليه راجعون رحمه الله وأسكنه فسيحة جنانه أمين إن كنت تريد أن تترحم عليه أنا أريد أن أترحم على الأمة الإسلامية هم أحياء ونحن أموات محمد نحن ليرانا أموات هم أحياء ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربي ينزقون حي بنص الكتاب عند ربي سبحانه نحن ليرانا أموات نترحم إن شاء الله يجينا هاروين نفطن ونعود نوله إلى الإسلام إلى الدين الحقيقي ونعود نوله إلى الله عز وجل لأن هذا هو المفتاح إن أردنا أن ننتصر في هذه القضية يجب أن ننتصر على أنفسنا أولا ثم بعدها كل شيء يهون